في المتوسط يعني طبعا هو واضح ان هي لو بنقول الطول 170 او 160-170 كناه الوسط اكيد طبعا في وزن زي الواضح بتقولك ايه انا عملت نظام دعيت وخسيت وبرجع انا متأكدة من السبب اللي انا هقوله ان احنا بنعملها زي هدف بيجي في وقت معين بقلل وشيل واعمل واكل صحوة مجرد ما وصلت للوزن كل حاجة رجعت تاني فالوزن بيرجع تاني تيجي بقى تعملي دعيت مرة تانية بيجي اصعب المرة التالتة اصعب الجسم بيعمل معاكي بالزرطة الجسم الواحد بيحس بكده فعلا ايوة الجسم خلاص يعني ما هو خلي بالك الجسم كل حاجة كل الداة دي بيحصل على سوريش بتتخزن فبيعمل معاكي رد فعل عكسي فطبعا مع تاني مرة مع تلت مرة مع ربا مرة مش هتخز هنا لازم تدخل لازم تلجأ لمتخصص ويبقى في نظام غذائي وتمشي عليه على طول ولازم يبقى معاك من رياضة بالنسبة القصة اليوم الفرين ستقولك حاجة انا عايزة بس يبسط الموضوع للصراحة ونبقى فاهمين اصلا مستحيل مش هناكل حاجة حلوة مستحيل نفسنا حتى سعيب تبقى في حاجة حلوة صح هقول للمشاهدين حاجة كده احنا ممكن ناخد الحاجة الحلوة لنفسنا فيها انا نفسي اوي في الحاجة دي وده الموسم تهزال كحكة مثلا ايوة العيد بقى نفسي فيها جدا او المكارونا مثلا او المكارونا مثلا اه الحاجات اللي هي الفضيعة دي هعمل ايه هعمل ده بس مش دايما يعني مرة يوم ويومين لا ايوة اه والكمية تكون صغيرة وتتعمل مرة واحدة في اليوم وبعد الوجبة يعني انا مثلا لو هاكل حاجة حلوة ميبقاش انا مش متغدتش واروح ااكل حاجة حلوة هاخد طبق لكن اتغدى واشبع وماديتي تمام وشربت الماية بتاعتي وتمام اخد بقى الدزيرت بتاقي معلقتين كده اه كده يعني مش بقى كورطايا كلها لا طبعا ومش كل يوم ومش كل مرة في نفس المعادة علشان الجسم برضو مايتعودش انه هو بياخد سكريات اه بزبط تقفى وتوقيت محدد فتبقى هابط مش ترهي فدكاتك صريحة جميل احنا معنا كمان مدام